تاتي الذكرى الخامسة والخمسون لقيام الثورة اليمنية في ظل مخاطر تهدد النظام الجمهوري بعد أن عاد أفلول الإمامة تستقر الماضي السحيق مدججة بالسلاح وأدوات الموت محملة بأحقاد الأمس على الوطن والشعب فبعدما أفرغت الصراعات أثقالها على دعائم النظام الجمهوري وهنت قواه وتفككت صفوفه تلك هي اللحظة المغرية حيث تسللت الإمامة منها لواذا لتغري تلك النفوس الأمارة بالسوء فتغط الأحقاد على المصالح الوطنية وثوابت البلاد انكشفت آخر موجات الثورة المضادة لجمهورية سبتمبر وتأخرة خمسة عقود لتطلب رأسها بعد أن غيرت الجمهورية كثيرا من واقع اليمنيين وأصبحت عودة الإمامة في مثل هذا التوقيت انتحارا لو لا تلك العوامل المحلية والإقليمية الطارئة التي ساهمت في تضخيم هذا المشروع البائد يندثر قبل أن يبلغ ظله الخائف مغارات الجبال والكهوف السحيقة فالجمهورية اليوم تمتلك مقاومات البقاء والصيرورة وانتقلت من وعي النخبة إلى وعي الشعب بعد أن ذاق الشعب الويلات على يد المشروع الإمامي المتمثل بالميليشيا الحوثية فلا جمهورية من دون دموقراطية ولا دموقراطية دون تعددية سياسية هكذا هو المسار الذي انتظم عقده بنضال اليمنيين وإصرارهم على امتلاك حقهم وحرياتهم بعد أن أخرجتهم ثورة السادس والعشرين من سبتمبر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فحين يتعلق الأمر بسبتمبر ينتهي الحياد وتبقى الجمهورية هي من تجمع اليمنيين في مواجهة مشاريع التوريث ولعل هذه الحرب هي فرصة اليمنيين للتأسيس الثاني للجمهورية تلك القائمة على أساس اتحاديا والتي تضمنتها مخرجات الحوار الوطني وهي النظام الذي يمثل ألد خصوم الإمامين القدامى والإمامين الجدد كانوا باسم الجمهورية أو باسم الولاية